للحديث عن هذا الموضوع ينضم إليه الآن ضيفي من برلين السياسي والحقوقي والمعتقل السابق السوري ماهر أسبر تحية طيبة أستاذ ماهر أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطية المستمرة لكل هذه التطورات يعني تبدو الكلمات عاجزة عن وصف المعاناة التي عاناها الكثير من السوريين في هذه المعتقلات ولسيما معتقل سيدنايا تحديدا ولكن الأمر الطارئ في هذه الأثناء ما يعرف بالسجن الأحمر داخل معتقل سيدنايا ما المعلومات المتوفرة عن هذا السجن عن هذا القسم تحديدا وهل هناك فرص للنجاة للعالقين في هذا السجن حتى الآن هذه اللحظات التي نتحدث بها معك مساء الخير بالأول إلك وللمشاهدين وشكرا على الفرصة بالحديث عن موضوع سيدنايا وغيره بالأول يعني نعم في فرصة يعني أكيد إذا فيه بعد أحياء بطوابق السفلية أنا كنت في منفردات الألف واللي هي تقريبا بتكون أعمق طابق تحت الأرض يعني قضيت فيه أشهر لهذا وحافظ منفرداته وبعرف كل شيء السجن الأحمر هو السجن الأساسي بصيدنايا أول شيء بدي أقوله وسمي السجن الأحمر هي بحادثة المجزر اللي صارت بالألفين وثماني يعني كان مدير السجن اللي هو العميد طلعت محفوظ اللي تم قتله في بداية السورة السورية بعد انتهاء العصيان والمجزرة واللي حدث طوال حوالي 11 شهر بهذه الفترة كان متهدم السجن فأعاد طلاءه باللون الأحمر كنوع من تذكير السجناء وهذا الشيء يعني سمعناه نحن نجتمع معه كسجناء معتقلين ويخطب فينا بعض الأشياء فقال أنه يعني طلبت من الإنشاءات العسكرية أنه تكون بطلاءه بالأحمر كذكرى لهذه الميزرة وأنا بتمنى يظل باللون الأحمر لحتى يكون ذكرى لنا كسوريين يعني لبناء هذا المستقبل وبناء هذه الذكرى عننا حتى ما تتكرر بتاريخ سوريا أبدا وما يتكرر الإجرام اللي حدث بصيدنايا من هذا النظام بما يخص موضوع المعتقلين الموجودين وتحديدا هاي القضية اللي هي عم بتتردد وكتير يعني موضوع صيدنايا صيدنايا بناء معقد وهو مثل ما معروف عنه هو بناء تصميم ألماني أو مأخوذ من خبراء ألماني وهو تقريبا حوالي عشرين بناء بقلب بناء واحد وهذا يعني صعب شرحه هو الطوابق العليا سلاس طوابق كل طابق فيه ست أجنحة نحن عم نحكي هون 18 جناح كل جناح من هذه الأجنحة له باب ومدخل ونفق ودرج من مدخل وحتى الأسفل وهو الشكل الخارجي ما يشكل الشكل الخارجي الذي نراه في الصور لهذا المبنى نعم أنت بتشوف التقاء الأضلع السلاسي في مسدس كنا سميه بالسجن في ساحة اسمها المسدس هي الساحة تلتقي فيها بالطابق الأرضي وبالطوابق كلها عبارة عن أبواب لأنفاق بتوصل حتى أنت عندما تكون في أحد الأجنحة فلنفترض في ألف يسار طابق ثالث هو أحد الأجنحة نحن ألف بأي يسار الكتل اللي بتشوفه أنت بتنزل ممكن لآخر السجن ولا بتمر بنفس المكان اللي مر في أحد زملائك الموجود ربما بالحيط بالجناح الثاني ولذلك طوابق السفلة أيضا ومكتب الإدارة ومكاتب حتى المنفردات كنت فيها أنا كانت هي المخصصة للإعدام ولذلك بناء السجن معقد يعني نحن لما صار العصيان أذكر أنه بقينا تقريبا حوالي سبعة أيام لعشرة أيام حتى عرفنا إذا طلع الواحد من جناحه كيف يرجع عليه يعني فعلا مسألة معقدة في كتير تعقيدات هو تصميمه يعني خليني يقول إبداع في الإجراء طيب يعني في هذه الجزئية بالعودة إلى القسم الأحمر خروج أمراء السجن أو خروج الأميرين لهذه الأجنحة والمسؤولين عن هذا السجن بهذا الشكل دون إعطاء الكودات أو يعني الأرقام السرية لفتح الأبواب دون إعطاء أيضا المفاتيح دون تأمين هؤلاء في حال علقوا لعدة أيام هل يشكل خطرا على حياتهم؟ الخطر مو من التنفس الخطر أنا بخاف على المنفردات السفلة من انقطاع الماء نحن كان يجيبونا المياه بهذه المنفردات مرة أو مرتين باليوم لمدة خمس دقائق مياه الشرب لأنه أنت بمنفردة مسكرة لا يمكن خروج منها منفردة عرضة تقريبا مئة وعشرة حسب يعني مئة وعشرين أنا تنقلت أكثر من واحدة وطولها مئة وسبعين مئة وثمانية سنطة أنت تحت الطابق يعني طابقين تحت الأرض ولا ترى أنه؟ التنفس الهواء موضوع الهواء ما في يعني فيه تنفس طبيعي عاملين هن الفتحات مثل نحن بسمية ريجار بالعامة اللي هي موجودة الصرف لأنه أنت متحت الأرض كتير هاي الفتحات بتوصل لتحت فبتعمل نوع من التيار الهوائي ما فيه دخول للهواء من خلال الكهرباء أو المحركات هاي أول شيء أو المراوح أو المراوح لا 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 الهواء يدخل طبيعي بس ما حدا يغلق هاي الفتحات والفتحات ما أعتقد أنه يمكن إغلاقها ببساطة لأنه كتير المياه هي المقلقة بالأمانة وانقطاع الطعام يعني بيكون السجناء لأنه نحن نعرف أنه معتقلية صيدناية مر عليهم ظروف قاسية جدا وهن كبناء الجسدية ممكن يعني تعرض الواحد لمرض خفيف فيموت لأنه هو منعته بتكون منهك مقاربة للصفر تقريبا فهذا بما يخص السجن هلأ نحن كنا يعني أنا كنت أتمنى عن أحد زملاء اللي كانوا معي من الإسلاميين يعني بعرف بعضهم اللي دخلوا دمشق يعني يريت واحد منهم طلع كان ودل الناس كيف السجن لأنه بيعرفوا كيف السجن هل ستستعين لربما هذه الفرق بالمعتقلين السابقين لفك شفرة الشفرة المعقدة لهذا السجن؟ أعتقد يعني إذا وصل أحدهم خلال نصف صعب تنحل الموضوع لأنه فقط هو يعرف لازم تفتح كل الأبواب من المسدس طابق الأرضي الشفرات أنا بعتقد أنه إذا فيه كودات أو فيه غير كودات نحن لما صار العصيان خلعنا الأبواب وكانت أقفال ضخمة جدا يمكن خلع بشوية معدات إذا وصل الدفاع المدني أو يعني اللي هن الخوز البيض طبعا بتمنى يكونوا وصلوا أول فرق فمجرد فتح الأبواب أنت راح تفكك هذا الدهليز يعني إذا كان فيه شخص الأخطر هل هناك غرف سرية يعني لا يمكن الوصول إليها لمن ليس لديه دراية بتصميمها أستبعد هذه النظرية جدا أنا تنقلت يعني خليني أقول في أسوأ الأماكن يعني اللي هو مخابرات جوية فرحة رستا وثم مخابرات جوية اللي موجود بسجن المزي العسكري وهن المعروفين حتى نحن كسجن صيدنايا كأسوأ مخابرات يعني أسوأ أفرع للمخابرات في أفرع تانية طبعا معروفة اللي عم تتحاكم مثل الخطيب ولا غيرها بس عم نحكي على واجتمعنا نحن في صيدنايا لما أنت كانت صيدنايا مجمع للمعلومات يعني كان عندنا كل المعلومات الموجودة بكل أفرع لأنه كل أشخاص جايين وكنا مع بعض سنوات في نفس الغرف فما أعتقد أنه في هذه الرواية للأماكن السرية الأماكن السرية هي المكشوفة في بعض السجون وكنت أنا يعني من الأشخاص اللي قابلوا أفراد فيها موجودة بقلب دمشق بقلب المصر الجمهوري تحت مبنى الفرق الرابعة تحت بعض مباني الفرق الرابعة وهي ليست السجون كتائب الأمنية للحارس الجمهوري أو الكتائب الأمنية للفرق الرابعة كان عنده بعض أماكن الاحتجاز هاي وعن نحكي قبل السورة نحن وأيضاً موجودة عند المخابرات وموجودة يعني عند في صيد نايا هو السجن المركزي الرئيسي لتجميع معتقلي السياسيين بما يخص موضوع المفقودين أنا بتمنى يعني يكونوا حطوا أعداد كبيرة في هاي السجون حتى يطلع الناس اللي هم أعداد أكتر يعني السجون اللي عم تفتح أو أفرع المخابرات اللي تم فتحها إحنا مضى تقريباً 24 ساعة على أعلان السقوط النهائي يعني لسه توقع بدنا يومين ثلاثة ولازم تبدأ تعمل الفرق الحقوقية مع من تبقى من جسم الدولة لإنقاذ البقية فيما يتعلق بما تبعناه من صور أستاذ ماهر لغرف التحكم وغرف المراقبة كل هذه المئات الكاميرات هل هذا الموضوع مطمئن أنها ما زالت تعمل في المقام الأول وأنه يمكن للمراقب لهذه الكاميرات أن يصل لبعض المناطق بعض الزوايا بعض الغرف أم أنه هناك الغرف التي وصفتها بالغرف الانفرادية لا تعمل فيها الكاميرات ولا يراقب من فيها ما يراقب طبعا الإفراديات ما فيني يحطوا هذا العدد من كاميرات هذه فقط كانت موجودة بالأجنحة وتم وضعها بعد ما نحن رجعنا بعض العصيان بستة أشهر تم نقلنا بعضنا للأفروع المخابرات وبعضنا لعملونا مبنى خاص في سجن عدرة كان كمان تحت الأرض وعدنا لصيدنايا فكان السجن أعادوا بناءه بشكل بنوا الحيطان الجدران كله من حديد سجن كل هذا الحجم يعني أنا عم بحكي الكتلة هي اللي وصفت لك ياها طولة تقريبا تسعين متر يعني من بداية المسدس حتى نهايتها لأنه بتبدأ بشيء اسمه الصفر حوالي عشرة أمتار أو سبعة أمتار يعني بين العشرة والسبعة وهي عشر مهاجع عشر مهاجع هذا بصف واحد كل مهاجع سبعة أمتار فنحن صرنا تقريبا تمانين متر وفي آخر شيء نقطة أسمى لداعش بعدهم هي مثل فصحة كمان حوالي عشرة أمتار عم نحكي عن مئة متر عرضة تقريبا شيء 32 إلى 34 متر مع الجدران هاي المساحة الطابقية الهائلة يعني كانوا حطوا كاميرات بهذه المهاجع نحكي هؤلاء الكاميرات موجودة وتم وضعها وتصفيحها كاملة بالحديد الجدران كلها من الداخل هي يعني جدران حجرية وملبسة بصاج حديد وهذا الصاج بيمسك بعضه بشبكة يعني بحيث أنه لا يمكن أسعى عن بعضه وهذا تم بعد مثل ما حكيت فقط يا دوب تراقب أنت هاي كل المساحات وعندك نحنا عم نحكي عن 18 جناح وكل جناح في 10 مهاجع بحجم تقريبا 7 بـ 8 فنحنا عمنا حجم كبير كتير منفردات كان في وقتها يعني وقاتنا نحنا يعني المنفردات شرحتها أستاذ أحمد أنها ضيقة جدا يعني بالكاتة كاتت تتساع لشخص لكي يعني يتواجد بدخلها ماذا عن الغرف التي شاهدناها بهذه الصور هذه الفيديوهات التي تابعتها معنا أستاذ ماهر هي شديدة الاقتضاظ كما هو واضح كيف يتدبر هؤلاء أمورهم اليومية وحياتهم اليومية حقيقة ما في حياة يومية يعني بهذه الأيام قبل يعني ما يسقط النظام فقط نحنا منعرف كنت أنا أفكر بوقت والتاني أنه ظروف السجناء لأنه كلما ضاقت الظروف في الخارج كلما ضيقوا أكثر على السجناء يعني مثلا كلما كان فيه فقر برا وحرمان للطعام ونعرف نحنا أنه حتى النظام بيئتوا جاعد بالفترة الماضية وهذه أحد أسباب سقوطه فكيف بدني يوصلوا أكل السجان الجائع بدني يوصل أكل لسجين فكانوا أكيد يسرقوا الطعام ويعملوا هاي الأشياء فأكيد هني يعني وصلوا لحد كانت يعني كل سوريا عم تموت فما بالنا نحنا المعتقلين بهذه الظروف أنا بتمنى ينجوا يعني وبدي هنا أحكي في شغلي كمان متعلقة بسيدنايا ومتعلقة بسوريا أكتر نحنا كنا بالمعتقل يعني بسيدنايا كنا مجموعة يعني أنا خليني يقول ثلاث كتل أو أربعة كتل داخل السجن كان فيها أكراد يعني معتقلين من عدة أحزاب كردية وبينها حزب العمال الكردستاني البكيكي اللي هني صاروا أيضا قيادات في قوات سوريا الديمقراطية ومتل ما معروف يعني قيادات من أحرار الشام جميعهم كانوا في سيدنايا وأيضا قيادات جبهة النصرة تقريبا أو اللي كانوا سمى تحرير الشام ومن ثم يعني حكومة الأنقاذ أو شو ما بدك تسميهم بعد غير الأسماء اللي صار نحنا كنا كأفراد داخل السجن كان في عنا يعني خليني يقول جملي من التفاهمات وأحيانا يعني كنا حتى في وقت العصيان هذا نحنا يعني أنا بشبه بالثورة نحنا تنسقنا مع بعضنا وأنا أعتقد أنه هاي اللحظات يعني سوريا بحاجة هذا النوع من الإعادة جبر الضرر للناس جبر اللي ما بحاجة نحنا بناء هاي الصراعات حاليا سوريا وضع اللي ترك عليه النظام يعني إن كنا ماهرين وبارعين وحققنا كل شيء بنجاح يمكن بدنا عشرين ثلاثين سنين لترجع بلد هذا إن نجحنا فإن فشلنا وعن نشوف تمن الفشل نحنا يعني بالدموع الناس واللي عم يتطلعون من المعتقلات لازم تظل هاي الزكرة عايش فينا عايش كيف نحنا كسوريين أنا ما بحمل الخارج مسؤولية على فكرة يعني بحملنا بالبداية إن كان النظام هذا نظام سوري جدا يعني ما هو سعود معك للحديث عن هذا البعد أستاذ ماهر ولكن في جزئية المعتقل نفسه للاستفادة من خبرتكم بالموضوع يعني من بعض الدلالات على حجم التعذيب هو ما يعانيه المعتقل على المستوى النفسي بعض الفيديوهات كان بعض المعتقلين يترددون في الهروب يطلحون الأسئلة ما مرد ذلك إلى ما يعني يمكن إرجاع هذا التردد هذا الخوف من مغادرة المعتقل نفسه عدم التصديق لأنه اللي صار حلم يعني حلم حقيقي أنا حقيقة يعني وأنا ممكن هذا يحكى بالأدب بالمبالغة أخشى في لحظة وبعرف كثير السوريين حكوها أنه نصحه ويكتلع حلم لأنه يعني كنا مبارح يمكن بيأسعد لحظات حياتنا كسوريين ما ستين سنين إحنا شعب كنا حزين وبائس ومسلوب الكرامة ومسلوب الحرية ومسلوب حقوقه أمام عينه ومقهور فأنك أنت يعني تستعيد كل هاي الأشياء مع حجم هذا الآلام الناس البارحة كانت غير مصدقة لأنه كمان فاقت عند القصص فاقت آلامها يعني المعتقلين السابقين أو أهاليهم أو حتى كل هاي الناس فما بالك بالناس نحن اللي برا هيك ما بالك بالناس اللي هي داخل المعتقل ما بالك بالناس اللي عم تنتظر الموت بين لحظة والتانية واللي أنا حكيت طبعا بعد قصص الموت ولكن حقيقة بعد ما خرجت من صيدنايا صرت أشفق على اللي عابي يسمعوا ليش بدي أحكي لهم ليش بدي أعزبهم بهذه القصص يعني أنا حقيقة أشفق إذا كان مستمع واحد فما بالك على نحن على التلفزيون طيب من وجهة نظر حقوقي أستاذ ماهر هل تخذ أي من الإجراءات على هذا المسار وأيضا هل يعني ستقوم بمساعدة أي من المعتقلين الذين يمكن أن يلجأوا للمسارات الحقوقية بعد تحريرهم بالطبع يعني أنا أعمل في قضايا مؤسسات حقوق الإنسان كان عملت مع بعض المؤسسات الدولية وحتى مؤسسات سورية كانت بالثورة يعني من بداية خروجي من صيدنايا من 2011 وأيضا أحب أن أقول أن الحجم المتروك المسؤولية نحن لا يمكن لمنظمات السورية وحيدة أن تقوم بهذا الحجم نحن بحاجة تكاتف حتى البيروقراطية اللي تركها النظام ما تبقى من هذه الدولة بحاجة الاستعانة بفرق الدولة بالمشافي الوطنية بمقرات البلديات بالمحاكم السورية بالجسم القضاء السوري طبعا من لم يتورط منهم بالدماء هذا شيء مؤكد ومن لم يتورط منهم بأزل الناس السوريين وفي شريحة كتير كبيرة عندي أمل أنه يحطوا كل خبراتهم وكل إمكانياتهم حاليا لجبر هذا الضرر ويعادة بعض الحقوق لأنه ما في طريق آخر للسوريين غير أنه نشتغل من أهوال اللي موضوعها أمامنا حاليا بحاجة إصلاح إن كان على مستوى الإنسان ولا على مستوى المجتمع ولا على الجرائم اللي عملها هذا النظام فأنا عم بشتغل بالإمكانية اللي بيقدر عليها ويعني مع بعض اللي هنين عاملين في هذا المجال ولكن أنا من خبرتي ومن عملي الطوال أنا بدأت يعني يمكن نشاط من عشرين سني تقريبا من سن صغيرة وهذا الشيء أعطاني تصور عن حجم الموجودة عندنا حجم المشاكل يعني اللي عم يتحاولوا يتنطحوا حاليا ليكونوا مسؤولين إن كان في بين السوريين هيك فلازم يعرفوا تاني يوم شو بينتظرون أنه يعني دخول فلنفترض أي مدينة مثل حمص أنت بحاجة تاني يوم الطعمي مليون ونصف إنسان بحاجة طحين وخبز هذه أبسط المسؤوليات يعني الأساسي فما بالك قضايا الاقتصاد والتنمية والتعليم وكل ما هنالك وعنا لسه نحن كوارس لإلى علاقة بجبر الضرر والقضايا هلأ قل لي بدأ إسعاف سريع حقيقي لأوضاع شعبنا يعني بهذا وأنا يعني يمكن بدي أرجع على موضوع صيدنايا هو صار شهير بالعالم مبارح يعني أحدهم سألني أنه هل هو صحيح أسوأ بقعة في العالم موجودة أنا قلت له يمكن هو مو أسوأ بقعة بالعالم هو أسوأ بقعة وجدت في التاريخ أيضا يعني حتى إذا نرجع بالتاريخ ما بتصور فيه أسوأ منه ولذلك عنده هاي الشهرة نعم يعني الحقيقة كل الشكر لك أستاذ ماهر كل الشكر على جرؤتك وأيضا القوة اللي يعني بذلتها اليوم للحديث عن هذا الموضوع ويعني استرجاع كل هذه الذكريات المؤلمة كان معي ضيفي من برلين السياسي والحقوقي والمعتقل السابق بالسوري الأستاذ ماهر أسبر شكرا جزيلا لك دائما وكما اشترك بسيارة اليوم المترجمات الإشتركة اشتركوا في القناة